صديقاتي أصدقائي الكرام الحقيقة بالمونديال وحتى بداية دور 16 كان فيه تغيير حقيقي ولأول مرة من خلال مونديال قطر تغيير حقيقي في الخريطة العالم الكروي بمعنى نحن كان فيه طبو اللي هو حاجز أو سد منيع ممنوع تجاوزه سابقا بكل الدورات واللي كان مألف ألمانيا، فرنسا، برازيل، إسبانيا، كرواطيا الأرجنتين وعنها يتفينوا الدول اللي نهزموا بقطر لأول مرة يعني لكل اللي عداني هون نهزموا من ضمنهم عبر الدول العربية كان السعودية وهزيمة الأرجنتين وكان تونس وهزيمة فرنسا بالرغم من أنه البديل كان الفريق بديل ولكن لا ننكر أنه رجع عن جبر ديشان أنه يبدل بآخر نص ساعة يحط مجديد يحط مبابي وغريزمان وديمبلي ورابيو وبردو رجع نهزم من تونس وهزيمة كمان ما في ننكر كمان الهزيمة من قبل المغرب اللي هزمت فيها بلجيكا وكانت شغلة خطيرة ومش سهلة أبداً يعني كلهم اللي عم نحكي عنهم كلهم من الدول اللي إلهم قيمتهم الكبيرة وإلهم ننتيجهم اللي حقيقة من سهلة لأنه اليابان تهزم ألمانيا وتهزم إسبانيا بنفس الوقت كوريا جنوبية كمان مش سهلة أن تهزم كمان تهزم كرواتيا يعني ثقنا على كرة إسيوية و إفريقية ومنضمنا في لون عربي مهم كثير طبعاً اللي وصل برغم كل الانتصارات اللي صارت الوحيدة الدولة العربية الوحيدة اللي وصلت لما عملت فوزين وتعيده الواحد إلى دور الستاش ونتمنى للمغرب حظ سعيد حظ رائع بمباراته الجاية مع إسبانيا ومنقول أنه بنهاية الأمر كثير مهم العرب أنه يأخذوا عبرة من الانتصارات اللي صارت ولكن بنقصنا بكل محبة بقولها هالنفس طويل هالطريقة الممارسة ومقاربة الأمور وصولاً إلى تكملة هالانتصارات بين انتصار جديد وصولاً للدور التاني والدور التالي وعدم وهو مش هدد عليها بكل محبة عدم الاندهاش أمام انتصاراتنا لش بدي ندهش ونحن أمه في يوم الإيام كنا الأوائل بالفلك كنا الأوائل بالفيزيك كنا أولئل بالجبرة كنا الأوائل بالطب شو اللي بيمنع انه تكون الدول العربية جزء ليتجزأ من هال من هالإبداع وهالكبر والشموخ ونكون أبطال كأس العالم شو بيمنع حالياً عندي سؤال كتير كبير بكل محبي شو اللي بيمنع المغرب بتكون هي بطلة العالم مع العلم أنه تاريخياً أنا مع فرنسا من ثلاثين سنة مع فرنسا ولكن لما بشوف أنه أبناء أمتي العربية منت المغرب بشيء بفتح القلب دايماً قلبي مع المغرب وعقلي مع فرنسا ولكن حالياً قلبي وعقلي مع المغرب بسبب بسيط بيكون مفخرة حقيقية ونكون تكسر هالطبو وللأبد وأنه صار في مجال بإذن الله لخريطة كروية جديدة ما إلى علاقة بالماضي هيدا الشيء جديد الرائع اللي نعمل لدى أول مرة بقطر وبهال مونديال اللي بيرفع الرأس والحقيقة فريق قطر بإذن الله بالمباراة بالمناسبات التانية وبدورات أخرى بيرجع مكان بطل آسيا بيرجع البطل وبيرجع القيم كل القيم نحن نعرف الضغطات اللي كانت كتير كبيرة على المنتخب قطر ولكن بإذن الله يرجع لمسجل قديم ونرجع كمان يكون له حظوظ مثل كل الدول العربية يعني ما بدي سمي كلهم بدون استثناء فرق أكتر من رائعة ولكن المهم النفس الطويل والإيمان والثقة بالنفس وكمان بدي هن المنظمين لبونديال قطر على الفكرة الجديدة اللي حطوها واللي هي لأول مرة بتاريخ المنديال بيكون فيه ثلاثة عناصر نسائية يديرون المباراة واللي هي كانت مباراة ألمانيا وبكل أسف اللي ما قدرت تنتصر وكانت بإدارة الحكام المجموعة مجموعة من ثلاثة نساء من فرنسا من البرازيل وإذا ليس شلطان من مكسيك فرنسية وبرازيلية ومكسيكية يعطيكم الألف عافي ومنظلنا متابعين وعسى وعسى يا رب تحملنا اتداء من الليلة نشوف انتصار فرنسي حبها بفرنسا اللي يحبها بكرة وبعد بكرة انتصار للمغرب ومنشوف بالأخير تمنياتي طبعا ميزعلوني البرازيلية ولا ميزعلوني بيحبوا الأرشنطية تمنياتي يكون نهائي فرنسي مغربي ساعة لكل حادث حديث شكرا جزيلا ويعطيكم الألف عافي وعن نحكي كرة هنا ونفي تعصب هنا هنا في إيمان سبحان الله لما يكون عندك هوي وعندك في فريق معين بتحبه يتضاعف الفرح عندما بتشوف هالفريق عبينجح أما لما تقول أنا بحب الكرة الحلوة بتظل بقصر ميدي وبيتي أما لما تكون عبت تعيشه وعبت تعيني وعبت تفكر بهالفريق اللي بتحبه نهزم أو انتصر هاي دي كله كنيهي عن تفاعه الرائع بهالحياة وهاي دي الحياة الحقيقية اللي فيها خسارة وفيها ربح شكرا جزيلا ويعطيكم الفريق